حياكم الله، أنا طارق الجاسر ويلا نبدأ في مراجعة هاتف من الهواتف ذات الفئة العالية جداً والفاخرة لشركة أونر هذا الهاتف فلاكشب ورح نستعرضه مع بعض كهاتف مطوي، كشكل، كسلاسة في التعامل، كواجهة مستخدم، كتقسيم الشاشة، كأداء في الكاميرا وغيرها هذا هو كفر الحماية الخلفي الكفر نحطه بهذه الجهة فقط يحمينا الهاتف من الجهة الخلفية لأنه الجهة الثانية تعتبر فقط شاشة هذا هو الهاتف رأس الشاحن 66 واط، سرعة عالية جداً في الشحن وهذا هو رأس الشاحن طبعاً 66 واط يعني ممكن تشحلنا الهاتف خلال أقل من ساعة وطبعاً الهاتف البطارية طالما أني ذكرت الشاحن فبطاريتها 5000 ميلي أمبير نجي نشوف الشكل الخارجي للهاتف هذا هو أونر ماجيك في اس طبعاً مخلين الهيكل بالخارج أو الخلفي زجاجي رملي هذا اللي يسمونا الرمل كأنه شكل المخمل طبعاً عندنا الشاشة من الأمام ومن الداخل شاشة كبيرة أنا أعجبني هذه اللي كنها وردة أو فراشة شوفوا كيف تتحرك مع فتح وإغلاق الشاشة بحاول أقرب لكم هذا هو نحفة كان في بعض المقاطع جابوا ورقة ويقول لك كيف هو محكم هذا هو شوفوا كيف الإحكام فيه أنا ماسكة من جهة واحدة فقط هذه الورقة لازم نسحبها عشان تطلع فهذا يعني إغلاق بإحكام أو فيه طريقة هندسية مثل المغناطيس يعني لو نخلي الهاتف في هذه النقطة شوفوا كيف عند الدرجة عشرة مثلاً زاوية عشرة يبدأ يكفل من نفسه طيق هذا هو على طول سكر طيب من الأسفل والأعلى عندنا سبيكرات لاحظوا كيف هذا سبيكر من الأسفل ومنفذ استخراج الشريحة من أعلى وهذا اللي أنا لاحظته فيه يدعم الانفرارد الـ IR أو اللي يعني تخليه بديل للريموت كنترول فتقدر تستخدمه بديل للريموت كنترول بس تحمل تطبيقات تدعم وهذا سبيكر الثاني من الأعلى يعني لو نتكلم من ناحية الكاميرات فعندنا من الداخل هذه كاميرا شوفوا هذه كاميرا هنا موجودة كاميرا هذه من الداخل من الخارج عندنا كاميرا أيضا هنا ومن الخلف عندنا ثلاث كاميرات وبدقة عالية جدا راح أستعرض لكم طبعا هذه هي معلومات وتفاصيل الكاميرات يعني حتى شركة أونر أخذت جوائز على هذا الهاتف وعلى هاتف الأونر ماجيك فايف برو بتلاحظون أنه أو إذا ضغطوا هنا بيطلع لكم مربع هذه مراجعتها سابقة الآن بتستعرض لكم أو بتظهر لكم أمام الشاشة صور مقاطع فيديو صورتها في عدة سيناريوهات نهار ليل سيلفي الكاميرا الخلفية وغيرها تحدثوا الشركة عن حجم المستشعر تحدثوا عن خوارزميات باستخدام الذكاء الاصطناعي كيف يلتقط الصور حتى مع سرعة الحركة أيضا الشاشة الرائعة اللي تظهر لنا طبعا الألوان الحقيقية وتستخدم الـ HDR10 بلس بالإضافة إلى TUV غايلاند هذه تقنية لتقليل انبعاث الضوء الأزرق اللي قد يكون مجهد للعين الهاتف يجي بمعالية سناب دراجون 8 بلس جينيريشن 1 أما الرام يجينا 12 جيجا بايت ونقدر نضيف عليها 7 جيجا بايت يعني تستلف من الذاكرة الداخلية الذاكرة الداخلية الجوال اللي معي 512 جيجا بايت يعني نصف تيرا طبعا واجهة الهاتف ماجيك أو اس والشركة قدمت فيها كثير من المميزات والمواصفات مثل تقسيم الشاشة مثل أيضا التعامل السلس مع التطبيقات وتخفيض درجة اللي هي استهلاك الطاقة واجهة مستخدم مهمة جدا في تجربة المستخدم في أي جهاز دائما يهمنا كمستخدمين وش الواجهة اللي تناسبك طبعا اللي يفرق بين الشركات مو فقط الشكل حتى وش المميزات اللي تقدر تضيفها عليك تلاحظون انه يستكملك العمل ويعني بشكل بسيط جدا ما تحتاج انك انت تقلب أو ترجع تفتح التطبيق سواء انت انتقلت من الشاشة الداخلية أو الخارجية ففيها سلاسة جدا في اللعب كان الاداء جيد ورائع بالنسبة لي يعني حاولت اني اجرب كذا لعبة من الألعاب الثقيلة ومن الألعاب اللي خفيفة وما تكون مجهدة على الجهاز وأيضا اللي تجهد الجهاز بالإضافة انه استعراض بالشاشة الداخلية تجربة استخدام الجداول الورد ملفات القراءة أو الملاحظات وغيرها فهو مناسب جدا خصوصا في ناحية تقسيم الشاشة بما انك يعني بتستخدم الجهاز في الأعمال فانت تقدر تسوي كابي من متصفح بصفحة أو إذا قسمت الشاشة تقدر تسحب بعض المعلومات وتنقلها إلى النوت في المذكرة أو الملاحظات فراح يكون جهاز جدا متعاون معاك في أعمالك وفي استخداماتك اليومية أتوقع بكذا ذكرت أهم المميزات من ناحية تجربة المستخدم راح أحط لكم رابط لبقية التفاصيل والمواصفات للهاتف للي حاب يتعرف أكثر على العتاد اللي موجودة بهذا الجهاز الجميل ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى ياريت شرفوني بالقناة بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل لكثير من المشاهدين وأيضا الاشتراك بالقناة ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وأحبابكم ألتقيكم في مراجعات أخرى وفي أمان الله